السلام عليكم متابعين الكرام لماذا تعتبر عملية الإجهاض حراما شرعا؟ وما عقاب من يفعلها؟ ولكن قبل مشاهدة الفيديو أدعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات كما يمكنكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك اعرف دينك أسرار صورة الواقعة أخطر ثمانية أشياء تمنع الرزق هل تعلم ماذا تعني كافها يا عين صاد؟ من هم الصابئون؟ ماذا يحدث قبل أذان الفجر بساعة؟ كل هذا وأكثر ستجد روابطه في وصف هذا الفيديو الأصل في الإجهاض أنه حرام وتزداد الحرمة وتعظم كلما طال عمر الحمل والجنين فالإجهاض في الأربعين يوما الأولى أخف منه في الأربعين الثانية وهكذا ومعنى خفة الحرمة أنها حرام ولكن يجوز لبعض الأعذار التي يقدرها أهل العلم وتتأكد الحرمة بعد بلوغ الحمل مئة وعشرين يوما فساعتها لا يجوز الإجهاض إلا لخوف الخطر المحقق على حياة الأم وأجاز بعض الفقهاء الإجهاض إذا كان قبل الأربعين يوما الأولى من الحمل ولو بغير سبب إذا كان برضاء الزوجين ولهم استدلالاتهم المعتبرة لكن الجمهور من العلماء لا يوافق على هذا الرأي ولو كان الإجهاض بعد ساعة واحدة من الحمل فإذا كان الإجهاض قد تم بعد 42 يوما فعلى من قام بالإجهاض ما يعرف بالغرة في الفقه الإسلامي وهي تقدر في زمننا هذا بمائتين واثنى عشر ونصف جراما من الذهب وتوزع على الورثة ولا يأخذ منها من اشترك في الإجهاض وهذه القرة تعطي لورثة الطفل ويمكن للورثة أن يسامح فيها ويعفو عنها كما يجب صيام شهرين متتابعين وإذا كان الإجهاض قد تم قبل هذه المدة فلا يجب سوى استغفار الله تعالى والتوبة إليه يقول الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد أستاذ أصول الفقه أجمع الفقهاء على حرمة الإجهاض بعد الشهر الرابع الرحمي فمن أجهضت نفسها من غير سبب كعذر مقبول كالخوف على حياة الأم فإنه يعد حراما باتفاق ويستوجب نصف عشر الدية لورثة ذلك الجنين فيما لو نزل حيا ويحرم منه المتسبب في الإجهاض وهذا القدر من الدية يقوم بستة آلاف جنيه مصري الآن كما أن عليها صيام شهرين متتابعين كفارة عما ارتكبت من حرام أما إذا كان الجنين قبل الشهور الأربعة فطبقا لما ورد في الحديث النبوي فإنه لم تنفخ فيه الروح بعد وإنما حركته وحياته التي نراها بالأشعة التلفزيونية ونحوها وتشعر بها المرأة فإنها حياة نباتية لم تنفخ فيها النفس الإنسانية بعد وجمهور الفقهاء على حرمة الإجهاض في هذه الحالة أيضا وعليها ذلك المقدر من الدية أيضا وبعضهم كالحنفية والحنابلة يقولون إن الإجهاض في الأربعين اليوم الأولى الرحمية ليس حراما ولا دية فيه وبعض الشافعية يرى أن عدم الحرمة يمتد إلى الشهور الأربعة كلها ولكن الفتوى التي استقر عليها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يرى الحرمة مطلقا ووجوب نصف عشر الدية على المتسبب في الإجهاض كل ذلك إذا كان من غير سبب يعد عذرا كما سبق انتهى ويقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حياة محترمة باعتبارها كائنا حيا يجب المحافظة عليه حتى إن الشريعة تجيز للحامل أن تفتر في رمضان وقد توجب ذلك عليها إذا خافت على حملها من الصيام ومن هنا حرمت الشريعة الاعتداء عليه ولو كان الاعتداء من أبويه بل ولو جاء ذلك من أمه التي حملته وهنا على وهن حتى في حالة الحمل الحرام ما جاء عن طريق الزنا لا يجوز لها أن تسقطه لأنه كائن إنساني حي لا ذنب له ولا تزر وازرة وزر أخرى وقد رأينا الشرع يوجب تأخير القصاص من المرأة الحامل المحكوم عليها بالقصاص ومثلها المحكوم عليها بالرجم حفاظا على جنينها كما في قصة الغامدية المروية في الصحيح لأن الشرع جعل لولي الأمر سبيلا عليها ولم يجعل له سبيلا على ما في بطنها كما رأينا الشريعة توجب دية كاملة على من ضرب بطن امرأة حامل فألقت جنينها حيا ثم مات من الضربة نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على ذلك انظر المغني مع الشرح الكبير وإن نزل ميتا ففيه غرة وتقدر بنصف عشر الدية كما رأيناها تفرض على الضارب مع الدية أو الغرة كفارة وهي تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين بل تفرضها هنا سواء كان الجنين حيا أو ميتا قال ابن قدامة هذا قول أكثر أهل العلم ويروي ذلك عن عمر رضي الله عنه واستدلوا بقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما قالوا إذا شربت الحامل دواء فألقت بها جنينة فعليها غرة لا تلث منها شيئا وعليها عطق رقبة وذلك لأنها أسقطت الجنين بفعلها وجنايتها فلزمها ضمانة بالغرة ولا تلث منها شيئا لأن القاتل لا يرث المقتول وتكون الغرة لسائر ورثته وأما عطق الرقبة فهو كفارة لجنايتها وكذلك لو كان المسقط للجنين أباه فعليه غرة لا يرث منها شيئا ويعطق رقبة المغني مع الشرح الكبير فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين توبة من الله وأكثر من ذلك ما قاله ابن حزم في المحلة في قتل الجنين بعد نفخ الروح فيه أي بعد 120 ليلة كما صح بذلك الحديث فهو يعتبره جناية قتل عمد كاملة موجبة لكل آثارها من القصاص وغيره قال فإن قال قائل فما تقولون في من تعمدت قتل جنينها وقد تجاوزت 120 ليلة بيقين فقتلت أو تعمد أجنبي قتله في بطنها فقتله فمن قولنا أن القود يعني القصاص واجب في ذلك ولا بد ولا غرة في ذلك حينئذ إلا أن يعفو عنه فتجب الغرة فقط لأنها دية ولا كفارة في ذلك لأنه عمد وإنما وجب القود لأنه قاتل نفس مؤمنة عمدا فهو نفس بنفس وأهله بين خيارتين إما القود إما الدية أو المفاداة كما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في من قتل مؤمنا وبالله تعالى التوفيق وقال ابن حزم في من شربت دواء فأسقطت حملها إن كان لم ينفخ فيه الروح فالغرة عليها وإن كان قد نفخ فيه الروح فإن كانت لم تعمد قتله فالغرة أيضا على عاقلتها والكفارة عليها وإن كانت عمدت قتله فالقود عليها أو المفادات في مالها المحلى وابن حزم يعتبر الجنين إذا نفخت فيه الروح شخصا من الناس حتى إنه يوجب إخراج زكاة الفطر عنه أما الحنابلة فيرون ذلك مستحبا لا واجبا وهذا كله يرينا إلى أي حد تهتم الشريعة بالجنين وتأكيد حرمته وخصوصا بعد المرحلة التي جاء الحديث بتسميتها مرحلة النفخ في الروح وهذا من أمور الغيب التي نسلم بها إذا صح بها النص ولا نطيل البحث في كنها وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إن أعجبكم الفيديو اشتركوا في القناة دعم البناء لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر